اشتركوا في القناة المصرفية اخرى اجريت على خلاف احكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الايراني باصدار تعليماته الى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لاتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض اخفاء مصدر وحركة الاموال المحولة من خلاله ولصالح البنك الايرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الايرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مستغلا في ذلك سيطرت بنكي ملي ايران واصادرات ايران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلا عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الايرانية والبنك المركزي الايراني وتنفيذا لتلك التعليمات قام مسؤول بنك المستقبل بالاشتراك مع اخرين من مسؤولية البنك الايرانية والبنك المركزي الايراني بتنفيذ عمليات ارسال وتحويل وتلقي اكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار اميركي عبر استخدام ذلك النظام البديل حيث قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصما واضافة الى حساب البنوك الايرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية واخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من اتمام التحويلات ونقل الاموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الاموال وبناء على ما ثبت من ادلة مستندية قاطعة احالة النيابة العامة المتهمين الى المحاكمة الجنائية سواء الاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتباريين المرتكبين لتلك الجرائم باسمهم وهم بنك المستقبل وبنك ملي ايران وبنك صادرات ايران وبنوك ايرانية اخرى فضلا عن البنك المركزي الايراني مشيرا الى ان هناك تحقيقات اخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفة المماثلة والتي تمت من خلال بنك المستقبل والبنوك الايرانية واشر النائب العام الى ان تحقيقات النيابة العامة في تجاوزات بنك المستقبل والذي تم تأسيسه في مملكة البحرين تمت في ضوء ما ثبت بتقارير مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع ادارة التحريات المالية بوزارة الداخلية والمعنيين بمصرف البحرين المركزي وخبراء دوليين مستقلين والتي اكدت ان بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين بهدف غسل الاموال عبر ذلك البنك الذي تم التحكم فيه من قبل البنك الوطني الايراني ملي وبنك صادرات ايران مما مكن الكيانات الايرانية بما في ذلك المتورطة في تمويل الارهاب او الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات المصرفية الدولية باتباع وسائل غير مشروعة بقصد تحويل ونقل الاموال وتفادي التدقيق التنظيمي لتجنب الكشف عنها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة